السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أحلام تشوفوا معي اليوم طريقة التوفي بمقادير سهلة وبسيطة من غير قشطة من غير كريمة ولا حتى شوكولات بيضاء يلا شوفوا الطريقة لكن قمنا نشوف الفيديو ياريت كل اللي يشوفوني الآن يضغطوا لايك وتركوا لي تعليق وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة وفعلوا القرس عشان نوصلكم كل جديد أول حاجة بيجهز كل المقادير معايا كوب سكر حبيبات ملعقتين كبيرة زبدة كوب ماء مغلي كوب حليب بودر ورشة ملح في وعاء أو قدر على النار بحط السكر وبخلي على النار هادية بدون ما أحركه لين ما يذوب من تحت يعني لما يوصل لهذه المرحلة أنتم شايفينها خلاص ببدأ أقلبه باستمر بالتقليب والنار وعطي يعني بكون شوية عالي شوية عوطي أهم شيء أني ما أحرق السكر يعني ما أخلي يوصل للون الداكن زيادة لأنه هذا بعدين بيأثر بالطعم الآن بضيف الزبدة بعدما ذاب السكر تماما وبقلب باستمرار وبكون قد غليت الماء وبضيفه بالتدريج إذا تكتل السكر زي ما شايفين فما تقلقوش مع التقليب المستمر بيذوب السكر تماما بس نظل نقلب وأنا هنا زي ما شايفين بظل أخلط باستمرار لين ما يذوب السكر والنار من هادئة إلى متوسطة لما يكون السكر يغلي زيادة بوطي ولما الفقاقع تهدأ بعلي شوية وهكذا الآن بضيف الحليب وأظل أقلب بضيف كمان رشة الملح وأظل أقلب على النار على حسب القوام اللي أنا حابة أوصل له أنا حابة أخلي سوس عادي يعني مش ثقيل فما بخلي كثير على النار أما إذا حبيتم توصلوا إلى توفي جامد بالنهاية فأخلوه على النار أكثر وبيكون معكم القوام أثقل من كذا ولما يبرد بيزيد اتماسك أنا هنا معايا التوفي جاهز بصبه ببرطمان نظيف قاف وهنا بصب الباقي وبخليه يبرد تماما وهذا التوفي بعد ما برد وزي ما قلت لكم إذا حابينه أثقل من كذا فأخلوه على النار أكثر إن شاء الله يا رب أعجبكم الفيديو وبستنى عراكم بالتعليقات وإذا كنتم أول مرة تشوفوني ياريت اشتركوا بالقناة وتفعلوا القرس عشان وصلكم كل جديد وما تنسوش لايك وشير نلتقي في فيديو آخر مع السلامة